الدير اللي احنا نتكلم عنه دير مهم جداً ليه مكانة مهمة جداً في التاريخ اتغنى بيه الشعراء وكتبوا عنه الاشعار بسبب المكانة والموقع اللي تميز بيها الدير ده لكن الدير لي قصة مع تاريخ البتركة وقصة ريس البترك نفسه اهلا بيكم في حلقة جنام حكاة وبتاية معاكم كرولوس جمال هنتكلم النهاردة عن دير مهم جداً لكن ياريت تدعمونا انكم تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعرفوا حلقات تاريخية مهمة عن مصر وعن الكنيسة وعن الشخصيات المهمة في تاريخ مصر وحنا الفترة دي بنتكلم عن العصر الفاطيمي فقالت تروح للبلاي لست اللي بتتكلم عن العصر الفاطيمي هتلاقوا معلومات مهمة جداً عن البابا مينا التاني والبابا برام بن زرع السورياني ومعجزة نقل جبل المؤطم وكمان عن الجامع الازهر والخليفة المؤزل لدين الله الفاطيمي وكمان العزيز بالله وكمان هتشوفوا جوهر السقلي وكمان هنتكلم وتكلمنا عن يعقوب بن كيلس النهاردة هنتكلم عن اثار مهمة جداً للاقباط في العصر الفاطيمي قال وهو دير نهية واول نقطة معانا هي ايه منطقة نهية دي منطقة نهية هي كرة من كرة محافظة الجيزة وقرية قديمة جداً تبعد حوالي تمانية كيلو متر عن هضبة الاهرامات والقرية دي اتكلم عنها كتير من المؤرخين وهتلاقي ان الاستاذ محمد رمزي ذكرها في الكتاب قسم التاني لجزء التلات بتاعه وتكلم عن منطقة نهية ان هي قرية قديمة من محافظة الجيزة طيب الدير بتاع نهية ده اتبنى امتى واتبنى ازاي وايه قصته عشان نعرف حكاية الدير لازم نعرف ان الدير ده كان مشهور جداً كتير من الشعراء اتكلموا عنه وذكروا كمان الشباطشي في كتاب الديارات ومن الشباطشي نقل عنه المقريزي واكتر حد تكلم عن الدير وكتب هو كان راهب من الدير اسمه الشماس هو كان تكلم عن الدير ومنه اخد ابو صالح الارماني ومن ابو صالح الارماني نقل ابو المكارم وهلاقي ان ابو المكارم هو اكتر واحد اتكلم ووصف على الدير وبيحكي ابو المكارم وبيقول ان الدير ده تم بنائه قبل زمن بحوالي اربعين سنة وان فيه تاجر جي من الغرب بجسكندرية وطلع على منطقة نهية وهو اللي اهتم ببناء الدير بعد كده هلاقي ان فيه كتاب او مشروع اسمه مشروع سجل الاضيورة القبطية شواهد سبتة من تاريخ مصر المشروع ده كان بيقول ان دير نهية كان موجود قبل القرن العاشر الميلادي يعني عندنا ابو المكارم بيقول ان هو الدير موجود في زمن دخل ديانوس وان مشروع مصري بيقول لك ان الدير كان موجود قبل القرن العاشر الميلادي لكن فيه اشارة مهمة جدا في كتاب سير البيع دراسة وتحقيق الاستاذ شريف رمزي بيذكر في سيرة البابا خائيل البترك الستة واربعين ان كان فيه مشكلة حصلت وان امبا مويسيس اسكوف اسيم ودرجل من مشاهير الكنيسة في القرن اه التامن الميلادي كان مريض وقعد في الدير حوالي ست شهور فالدير كان قردي موجود في القرن التامن الميلادي وليه تواجد وليه رهبان وكان امبا مويسيس اسكوف اسيم وهي اسيم قريبة من ناهية كان موجود في الدير ده وقعد فيه ست شهور لان هو كان آآ مريض وهلاق اشارات مهمة جدا في العصر الفاطيمي لان الدير ده كان ليه دور مهم وكبير وقوي في العصر الفاطيمي اول ما دخل المعز لدين الله الفاطيمي مصر نزل في الدير ده حوالي سبع شهور وقعد فيه وعمل فيه آآ زرع فيه بستان امر بزرع بستان وساقية لكن اتخربت وتهدمت ويجي الحاكم بامر الله ويبدأ ياتهد الاقباط ويقعد ااتهده تسع سنين فيؤمر بحرق وهدم الدير تماما تماما لكن بعد ما يبدأ يتصالح مع الاقباط بعد تسع سنين هلاقي ان فيه ارخ من قوسيم يهتم ببناء الدير ويجدده هلاقي كمان ان الحاكم ردي عنهم واعطالهم ارزائي يعني اعطايا عشان الدير ده يتفع بيها كمان هلاقي الامر باحكام الله وده كان خليفة فاطيمي يحب الدير جدا ويروح للدير كتير طب ليه اصل الدير كان قريب من مكان الصيد والامر كان بيحب يستعد فكان يروح الدير والرهبان يستضفوه قرر ان هو يبني استراحة وفعلا بنا استراحة آآ في الدير عشان كل ما يروح يستعد يجي يقعد فيها وكان الرهبان هم اللي بيستضفوه وكان كل مرة بيروح يزور الدير عشان يستعد كان بيسيب للرهبان الف درهم وحصل تخريف في سور الدير فالرهبان اخدت من الفلوس اللي كان بيسيبها لهم الامر تقريبا وصلت لحوالي خمسة وعشرين الف درهم وده تقريبا هو جي حوالي خمسة وعشرين مرة ورمموا وجددوا سور الدير كمان الرهبان طلبوا من الامر باحكام الله ان هو يدي لهم ارض زراعية عشان يزرعوا فيها وفعلا اعطالهم تلاتين فدان يزرعوا فيها وفدت الفدادين دي من حق الدير لحد ما جيل ايوبين والمؤرخين بسكولوه بالاكراد جم واحتلوا الارض دي ومنعوها واخدوها من الدير ده كان سنة الف مية تسعة وستين وكمان بقى لا ان المكريزي نقل عن الشباتشي وتكلم عن الدير ووصف الدير وصف جميل جدا لكن قال ان في زمنه يعني في القرن الخمستاشر الدير ده كان خراب ومندسر يعني الدير ده تم تخريبه قبل القرن الخمستاشر وهنا يتقنى سؤال هو ايه الدير اللي كان الامراء بيحبوا يعودوا فيه وايه وصف الدير اللي خلى الشعراء يتغنوا بيه اقول لك يا سيدي عايزك تتخيل معايا كده وصف الدير الدير ده كانوا بيعتبروه من المتنزهات والمكان اللي كان فيه الدير مكان جميل جدا طب ليه الدير ده وقت الفيضان كان بتحيطوا المية بكل الجوانج ولما الفيضان يبدأ ينسحب والمية تنصرف كان بيتنبت ازهار واشجار جميلة جدا بتدي ريحة جميلة جدا فكان يعتبر المكان ده من اجمل الاماكن اللي موجودة في الجيزة وكان مكان حلو جدا ويعتبر مكان اشجار فكانت الناس بتحب تروح تقعد فيه والشعراء كانوا بيتغنوا بجمال المكان ده والجلوس في المكان ده وكان يعتبر المكان من دمن المتنزهات الجميلة وكمان كان فيه خليج يقدروا يصطادوا منه فكان المكان حلو وجميل جدا طيب اللي خلى الدير بقى ده يكون ليه مكانة اهمية في تاريخ آآ البطارقة وكمان في تكريس البطارقة ده عندنا نقطتين اول نقطة ما كانتوا في تاريخ البطارقة احنا هنقدر نقول ان الدير ده كان فيه آآ خزائن ونقدر نقول المكتبة فيها مخطوطات كبيرة جدا عن تاريخ البطارقة فهلاق ان الدير ده كان اختاره موهوب ابن منصور عشان يكون مركز ان هو ينسخ منه مخطوطات سير البطارقة طيب اش معنى الدير ده الدير ده لقوا فيه حوالي خمسة وخمسين مخطوطة بتتكلم عن تاريخ البطارقة من اول ايام الكديس ماري مرقص الرسول لحد البابا سيموني اللي اتنين واربعين وكمان كان فيها مخطوطات من سيرة البابا مين الاول لحد البابا شنودة الاول يعني مجموع اللي اتنين حوالي خمسة وخمسين مخطوطة بتتكلم عن سيرة الاباء البطارقة وهلاقي ان القص يؤنس اللي كان رئيس للدير في زمن موهوب ابن منصور وموهوب ابن منصور ده هو آآ الشخص اللي حمل على اعطيكو ان هو يجمع كتاب سير البطارقة ويلم سير البطارقة من الاديورة ومن مكتبات الاديورة ويجمعها في كتاب واحد بدأ يساعد موهوب ابن منصور القص يحنى ده او يؤنس يساعد ماهوب ابن منصور ويفتح له غزانة الدير ويبدأه في عملية الترجمة والنسخ بتاعة سير البطاركة عشان يجمعوها في كتاب واحد ألا وهو كتاب سير البيعة آآ سير البيعة المقدسة وده كتاب قيم جدا فهلاقي ان الدير ده ساعد ماهوب ابن منصور في سير البطاركة فده اهميته في نشر وتسجيل وترجمة تاريخ البطاركة اللي احنا بنرجع لي لحد النهار ده طيب ايه وضعه في تكريس الاب البطاركة نقطة بقى مهمة ولازم تعرفوا ان تكريس الاب البطاركة مرة بثلاث مراحل المرحلة الاولى بياخدوا الشخص المختار للبطاركية ويسافروا بيه على اسكندرية وتم رسمته هناك بطرق ما يقدرش يعمل حاجة تانية ولا يقدر يمارس مهامه الا لما يطلع على دير ابو مقار ويصلي في مسبح وهيكل بين يمين المسبح اللي دشينه الانبة بين يمين وشاف يد المسيح ويقدس الكربان هناك ويطلع يزور الاديورة المجورة لدير ابو مقار لحد ما يوصل ويختم زياراته في دير نهية اللي احنا بنتكلم عنه النهار ده بعد كده يطلع على الكنيسة المعلقة وبكده تتم تجليس الاب البطاركة رهبان ابو مقار كانوا بيتضيقوا جدا لو تم تغديل اي خطوة من هذه الخطوات التلاتة تم تكريسه ورسامته في اسكندرية زيارته لدير ابو مقار والاديورة المجورة لي بعد كده يروح لكنيسة المعلقة وهلاقي ان رهبان دير ابو مقار آآ وقفوا للبابا مكاريوس التسعة وستين وقالوا له لازم تيجي تصلي الاول في دير ابو مقار بعدين تصلي في المعلقة فلان البطارك البابا مكاريوس التسعة وستين قعد حوالي شهر كامل ما يصليش في اي كنيسة لحد ما يتم الخطوات بتاعت الرسامة بتاعته وتجليسه فصلى في دير ابو مقار بعد كده صلى في الكنيسة المعلقة وبكده تكلمنا عن دير ناهية شفنا وصفه شفنا تاريخ بنائه شفنا اهميته في كتاب التاريخ البطاركة وكمان في تجليس الاب البطاركة منتظر اعرف ارائكم في الكومنتات تحت شاركونا بالتعليقات قولنا ارائكم فيها ومهم جدا تشوفوا المصادر اللي احنا تكلمنا منها في الحلقة دي واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة